أنا ممسك بيمينك إلى الآباد أنا ممسك بيمينك إلى الآباد قفف مدمعك من البكاء من المسمع نحو السماء لا تدع عمرك يمضي هبا وليكن حبي والرغاء أنا ممسك بيمينك إلى الآباد أنا ممسك بيمينك إلى الآباد لا تخف لأني أنا معك لا تخف فأنا حسنك لا تخف إني ملغأك أنا ممسك بيمينك إلى الآباد أنا ممسك بيمينك إلى الآباد قفف مدمعك من البكاء قفف مدمعك من البكاء من البكاء من البكاء لا تدع عمرك يمضي هبا وليكن حبي والرغاء أنا ممسك بيمينك إلى الآباد قد أنا ممسك بيمينك إلى الآباد لا تخف لأني أنا معك في حزنك أمسح دمعتك لا تخف لأني أنا معك أنا ممسك بيمينك إلى الآباد أنا ممسك بيمينك إلى الآباد قفف مدمعك من البكاء أمي المسمعك نحو السماء لا تدع عمرك يمضي هبا وليكن حبي والرغاء أنا ممسك بيمينك إلى الآباد قد أنا ممسك بيمينك إلى الآباد شكرا يا بون عفل دمونك الترخيرك باسم الأب والإبن والروح القدس لله الواحد أمين فلتحل علينا النعمة وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين آم نكمل مع بعض تأملاتنا في إنجيل معلمنا متة الإصحاح واحد وعشرين إحنا عرفنا في الإصحاح ده هوت أو في بدايته آآ آآ إزاي ساد المسيح دخل إلى أوروشاليم كمالك لكنه دخل كمالك سماوي مش كمالك أرضي مالك السلام مش مالك حروب وصفك دماء عشان كده الدخول بتاعه الأوروشاليم ده هوت آآ كان شيء آآ مهيد جدا وكان حفلة عظيمة جدا حتى إن آآ الإنجيل يقول وارتجت المدينة كلها كل أوروشاليم ارتجت آآ بعد كده معلمنا متة يذكر لنا الحادثة بتاع تطهير الهيكل تطهير الهيكل آآ نتعلم كتير قوي عن موضوع تطهير الهيكل ده النهاردة بس خلينا ناخد الأنجيل الأربعة قالت إيه على الموضوع ده لأن الأربع أنجيل ذكرت آآ الموضوع بتاع تطهير الهيكل نقرأ مع بعض من إنجيل معلمنا متة آآ الجزء بتاع تطهير الهيكل من آية اتناشر إلى آية سبعتاشر آآ ديكن شنودة تفضل ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيت بيت الصلاة يدع وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنعه والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون وصلنا لابن داود غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء فقال لهم يسوع نعم أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والردى هيأت تسبيحا ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك دا كلام بتاع قديس متة وعايز نقارن ما بين وما بين الكلام اللي في مرقص وكلام اللوءة وكلام أيضا القديس يوحنة خليكم ركزين وشوفوا الفروق اللي ما بين القصة هنا وهنا عشان الأربعة مع بعض هيدونا صورة كاملة على الأحداث بنفتح مع بعض مرقص حداشر مدى الموندة من أول خمستاشر لتسعتاشر أمكي وجاء العرشاليم ولم دخل يسوع الهيكل ابتدى يخرج الذين كانوا يبعون ويشترون في الهيكل وقلب مواعد السيارفة وكراسي بعد الحمام ولم يدعى أحد يشتاز الهيكل بمتاعي وكان يعلم قائلا لهم أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموا مغارة لصوص وسمعت كتبوا رؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوا إزبوهت الجمع كلهم من تعليمه ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة كتب خير عايزكم بس تركزوا شوية على ولا هنجيلها تاني على الحدث ده حصل أمتى هنجيلها تاني في إنجيل لؤة وفي إنجيل يحان معلمنا لؤة صفحة تسعتاشر من آية خمسة واربعين لتمانية واربعين أستاذ متحة بيباوي من آية خمسة واربعين للتمانية واربعين ولما دخل الهيكل ابتدى يخرج الذين كانوا يبعون واشترون فيه قائلاً لهم مكتوبنا النبيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وكان يعلم كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنة والكتب معجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه ولم يجدوا ما يفعلون لأن الشعب كله كان متعلقاً به يسمع منه كويس بصوا التلات آآ آآ أنا جيل هنا مرتفقة في القصة هنا قصة بتاع تطهير الهيكل نبص كده على إنجيل معلمنا يحنى هنلاقي قديس يحنى ذكر الموضوع بتاع تطهير الهيكل ده بدري قوي في الإصحاح التاني من آية تلاتاشر لآية اربعة وعشرين خلينا كده نشوف آآ آآ الموضوع ده من آية تلاتاشر لآية اربعة وعشرين ودي آآ في البداية خالص في بداية خدمة يسوع المسيح مش في الآخر قبل الصلاة عشان تكونوا عارفين ساد المسيح حضر تلات أعيات فصح تلات أعيات فصح فالرواية بتاع تطهير الهيكل هنا هتكون في أول سنة مش في آخر سنة وده يثبت لنا ان موضوع تتهير الهيكل تم اكتر ممر تم اكتر ممر وربنا يسوع المسيح عمله مرة في بداية خدمته مرة قبل الصلاة ممكن ان دي كان سنودة نقرأ من تلاتاشر لاربعة وعشر وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أرشالين ووجد في الهيكل الذين كانوا يبعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام انفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت التجارة فتذكر تلميزه عنه مكتوب غيرت بيتك أكلتني 24 24 ما غيرش فسأله اليهود أي تأية ترينا حتى تفعل هذا أجاب يسوع انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه فقال اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل فأنت في ثلاثة أيام تقيمه وأما هو فكان يقول عن هيك الجسد فلما قام من الأموات تذكر تلميزه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع ولما كان في أرشالين في عيد القصر أمان كثيرون بإسمه إذ رؤوا الآيات التي صنعه ولكن يسوع لم يأت منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع يبقى هنا لما حطينا الأربع أن يجيل مع بعض فهمنا حاجة مهمة أول أول حاجة في منها أن السيد المسيح طهر الهيكل من الباعة مرتين مرة في أول سنة من سنين خدمته ومرة تانية قبل الصليف على طول اللي هي السنة الثالثة دي أول حاجة تعلمناها من المقارنة تاني حاجة نتعلمها من المقارنة هنا التاريخ المحدد بتاع تطهير الهيكل تم إمتى؟ هل تم يوم الحد وقت دخول السيد المسيح إلى أوروشالين ولا يوم لاتنين؟ هنا القديس ماتة ذكر الحدثة دي على طول بعد إيه؟ بعد دخوله إلى إيه؟ إلى أوروشالين لكن القديس مرقص يحددها أبل أكتر يحددها بوضوح يقول إيه قديس مرقص في مرقص حداشر مرقص حداشر حداشر يقول فدخل يسوع ورشالين والهيكل ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى خرج إلى بيت عانية مع الاثنى عشر يبقى اليوم الحد خلاص انتهى في الغد لما خرجوا من بيت عينها جاع شاف شجرة التين لعنها ودي اللي هناخدها المرة الجاية وبعدين جاءوا إلى إيه؟ إلى أوروشالين لما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبعونا ويشتركون في الهيكل يبقى الحادثة دي تمت في يوم الاثنين دي من حوادث يوم الاثنين والسيد المسيح جه من بيت عانية إلى أوروشالين صباحاً وفي أثناء سيره حدث ما حدث من أمر التينة اللي هناخدها المرة الجاية دي في متة 21-18 وفي مرقص 11-12 لحد 24 يبقى اتفقنا على الحاجتين ان التطهير الهيكل تم مرتين ووقت التطهير الهيكل في المرة التانية كان من حوادث يوم الاثنين طب ليه القديس متة ذكرها كده دون توضيح القديس متة ما اهتمش بذكر حوادث كل يوم من الأسبوع الأخير على ترتيب وقوعها لكن القديس مرقص اهتم كتير في بشرطه ان هو يحط الحاجة بالترتيب القديس مرقص زي ما قلتلكم ذكر ان السيد المسيح في أول يوم من دخوله القديس متة لا قديس مرقص ذكر ان اول يوم دخوله قرشاليم نظر الهيكل ودخل الهيكل ونظر حوله الى كل شيء واسكنة قد الوقت امسة خرج البيت عنية زي ما قرينا من شوية بدول حاجتين اللي يتعلمهم في حاجة كمان عايزين نقولها ايه حكاية البيع والشرة وايه حكاية الحيوانات والكلام ده ايه اللي جابها الهيكل وازاي دخلت لو لما نقرأ مع بعض جزء من سفر التسنية نقدر نفهم شوية طبعا كان لزاما على اليهودي ان هو يحتفل بالفسح في أوروشاليم فقط ويجيب زبحته معاه وهو جاي فنقرأ مع بعض كده الجزء دوت من تسنية أربعتاشر من عدد تلاتة وعشرين لستة وعشرين مادامون ده من تلاتة وعشرين لستة وعشرين وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه في عشرة عشر حنتتك عشر حنتتك وخمرك وزيتك وابكار بقرك وغنمك لتتعلم أن تتقي الرب إلهك كل اليوم كل اليوم ولكن إذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر أن تحمله إذا كان بعيدا عليك المكان الذي يختاره الرب إلهك ليجعل اسمه فيك إذ يباركك الرب إلهك فبيعه بفضة وصر الفضة في يدك وأذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغنم والخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك وكل هناك أمام الرب إلهك إفرح أنت وبيتك هنا نعرف أن الناس اللي كانوا ييجوا من كل بلاد العالم عشان يفتطلوا بالفسر كانوا بيجيبوا معاهم العشور بتاعاتهم اللي جايب معاها غلة واللي جايب معاها رز والأي حاجة هو بيزرعها أو جايب معاها غنم أو جايب معاها بقر وكان الحاجات بكلها بيتم المقايدة عليه يعني يحولوها لفضة يحولوها لعملات بالإضافة أن الناس اللي جايين من بلاد مختلفة غير بلاد اليهود كانوا بييجوا معاهم عملات مختلفة اللي جاي معاها عملة رومانية واللي جاي معاهم عملة يونانية فهم عايزين يدفعوا ضريبة الهيكل وضريبة الهيكل زي ما قرينا قبل كده وعرفنا أنها لابد أنها تقدم بعملة الهيكل بالعملة اليهودية فكان لابد من عملية التبادل اللي هي الايه التغيير العملة يعني فده اللي كان بيحصل لكن الموضوع ده هو تنتد إلى داخل الهيكل نفسه إلى داخل الهيكل نفسه وباقي التجارة صعبة وعملت مشاكل كتير نخدها بالتفسير سيد متحمد بس قبل ما نعدي يعني حدوث الوقع دية بالنسبة لانجيل يوحنة في بعض المفسرين بيقول أنها الوقع تتمره واحدة بس بآخر خدمة السيد المسيح لكن تجديس يوحنة لم يهتم بما أثبته سابقي في التسلسل الزمني لكن يهتم أنه يثبت المدخل اللي روحي للحياة مع السيد المسيح لابد أن تبدأ بالتطهير ويدلله على كده بيقول أن سيد المسيح لا يمكن يبتدي خدمته بالمواجهة الصريحة لأن دي بالذات ضربة للرسائل كهنة مباشرة يعني في البزنس بتاعهم وفي الهيكل لكن السيد المسيح حطاه في الآخر اللي هي المواجهة الأخيرة حسب ما هو يعني في التدبير الإلهي أن الصليب هيتم والزباح هتتقدم في الأسبوع ده هو فمش من المنطق أنه يبتدي خدمته بالمواجهة فالقديس يوحنة لم يهتم بالترتيب الزمني وأنها حصلت مرة واحدة في الآخر يعني أنا أريدها كده يعني ممكن ده رأي من الأراء والرأي الثاني يقول إنها حصلت أكثر من مرة بدليل إنه في آخر آخر الكلام كان يقول إنه لم يكن يأتمنهم على نفسه ودي حاجة توضح لنا إن الموضوع كان بعيد عن الصليب بس ده رأي مقبول وده رأي مقبول واللي حصل إنه حصل التضحير طيب نرجع تاني لإيه للحدثة بتاعتنا بتاعت النهاردة يقول إيه هنا ودخل يسوع إلى الهيكل دخل يسوع زي ما قلتلكم ده من الأحداث يوم لاتنين الهيكل دي ترجمة يونانية تشير إلى الهيكل والمباني الملحقة به والمباني الملحقة به الهيكل ده كان عظيم جداً وكان مبني على تب علي على جبل المرية وكان فيه مختلفة كان فيها حاجة اسمها دار الأمم اللي هي الناس الغير اليهود ممكن يبقوا فيها اللي جايين يتعرفوا على اليهودية اللي جايين يشوفوا إيه ده فكانوا يبقوا هنا وجنبها على طول حاجة اسمها دار النساء ودي طبعاً حاجات بيطلع لها بالدرجات وكان فيه صور ما بين دار الأمم ودار النساء مكتوب عليها في ناحية الأمم من يعبر هذا الحاجز يقتل وبعد كده كان فيه دار الرجال اللي ممكن الرجال يدخلوا فيه آآ ويتعبدوا يعني وبعدين فيه جوه دار الكهنة وبعدين الهيكل نفسه اللي هو مكون من قدس الأقدس والقدس وده لا يدخلوا إلا كهنة ورئيس الكهنة قدس الأقدس فقط فالحدثة اللي حصلت هنا غالباً حدست في فناء الأمم أو دار الأمم وزي ما قلتلكم تسمت كده لأنه لم يكن لأحد من غير اليهود أن يجاوزها إلى الدرج دخل السيد المسيح وأخرج اللي كانوا موجودين في دار الأمم آآ آآ خارج الضار ده هو مش الهيكل نفسه يعني واحد ساعات عشان يقول الهيكل إن هو ده جوه الهيكل يعني جوه القدس والقدس الأقدس لا ده كان في دار الأمم أخرج يا جميع الذين كانوا يبيعونا ويشترونا في الهيكل قلتلكم إن البيع والشرى كان بيع والشرى حيوانات طيور دخور ملح خمر وكل الأشياء اللي كانت تسهل تسهل آآ للناس قاصدي العباد قاصدي العباد الحاجات اللي تستخدم في العبادة والزبائح مش كده بس ودي كانت المشكلة يحتمل إنهم كانوا برضو بيبيعوا ما ليس ضروري للقرابين والأرجح إن كان رؤساء الكهنة ليهم ربح عظيم من هذه التجارة يعني الموضوع ما كانش بس إنك انت بتوفر شيء هيستخدموه في العبادة بطريقة منظمة وطريقة متلغوش على العبادة بدون ما يدخل فيها عنصر التجارة وعنصر الربح وعنصر النصب والخناقات وكل الكلام ده كله لا الموضوع خرج عن إيه؟ عن مجرد إن هو هدمة للدخلين يعبده عمل إيه؟ قلب موائد السيارفة السيارفة اللي هم الناس اللي بتبدل العملات الرومانية واليونانية بالعملة اليهودية اللي كان مفروض إنهم يدفعوا بيها ضريبة الهكلة وكراسي باعة الحمام وباعة الحمام دول اللي كانوا بيبيعوا الحمام ليقدم للزبائح إنتوا عارفين طبعا إن كان الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا الغنم والبقر بيشتروا الحمام للزبيح ده مسكور في سفر اللويين خمسة سبعة واتناشر آآ ستة لتمانية واربعتاشر اتنين وعشرين كل دي آآ آآ شواهد على إن كان يجوز لليهود الفقير إنه يقدم الزبيحة ما يقدمش من الغنم أو من البقر لهو فقير ويقدم بس حمام قلبهم يعني إيه؟ يعني نظف الموضوع وطبعا القديس سبحانه يقول إنه هو إيه؟ إنه هو عمل صوت وإيه؟ وأخرج به ناس طبعا مش الصدة عشان يضرب به ناس لا عشان يضرب به القيوانات ويخليهم يطلعوا من إيه؟ من الهيكل وقال لهم قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة مغارة لصوص الآية دي متاخدة من أشعياء ستة وخمسين ومن أرمية سبعة نقرأ مع بعض الريفرنس بتاعها في العهد القديم أشعياء ستة وخمسين سبعة أشعياء ستة وخمسين آية سبعة أستاذ مرح الدباوي آية سبعة أتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي وتكون محرقاتهم وزبائحهم مقبولة على مسبحي لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب شوف هنا بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب يكمل عليه قديس النبي أرمية يقول بقى إيه اللي حصل في الهيكل أرمية سبعة آية أحداشر ديكن شنود هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في عيونكم ها أنا ذا أيضا قد رأيت يقول للرب نعم يبقى هنا الأشعية سبعة وخصفة وخمسين وأرمية سبعة ده الجزء اللي السيد المسيح آآ أخده عشان يقول لهم ليه هو بيعمل كده طبعا ربنا بيقول بيتي سمي أو سمي ربنا يا سوع المسيح الهيكل بيته والكلام ده برضو موجود من العهد القديم فسمى الله أو أسمى الله الهيكل بيته لأنه بنية وخصصة لعباته لو أنتم عارفين آآ الموضوع ابتدى في الفردوس ابتدى وآدم وحاوة كانوا في الفردوس وربنا كان معاهم كان معاهم يكلمهم يكلموه يسمعوه وكان كانوا عايشين معاه عشان كده آآ لما آدم أخطأ السخبة فربنا ويقول على الكتاب أن الله خرج ليتمشى زي ما بيعمل ويعود يكلم مع ولاده فطبعا لما الخطيئة حصلت والتعدي حصل حصل الانفصال وطرد آدم وحاوة إلى الأرض لكن كان دايما في ذهن ربنا أنه آآ لابد يكون في وسط ولاده في وسط الناس فابتدى الموضوع ده من خيمة الاجتماع ولما درست مع بعض خيمة الاجتماع في سفر خروج وتكوينها عرفنا إزاي إن ربنا حب إن يكون ليه مسكن مع الناس أو في وسط الناس عشان في يوم من الأيام يتطور الموضوع إن الناس يدخلوا جوه المسكن بس مش هنا في أوروشاليم السمائية في الهيكل بتاع السماء وبعد الخيمة عمل لهم هيكل سليمان اللي في تاتشينه بان بوضوح إن ربنا سكن في هذا المكان وحل فيه وده اللي بنقراه آآ آآ ونصليه في تاتشين كل الهياكل يا ربنا بيحل في الهيكل ولذلك يسمى بيته والمكان ده بيبقى مخصص لعبادة ربنا ومكرس أيضا لربنا فقط وفيه مراسيم الدين والعبادة ومسكن الله في وسط أولاده هو الهيكل عشان كده يقول بيتي بيت الصلاة يدعى بيتي طبعا هو ربنا أصد إن البيت بتاعه يكون ده مكان الصلاة ده قمة قمة أو 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 عمق علاقة الإنسان مع ربنا هي الصلاة طبعا في الهيكل بتعمل حاجات كتيرة زبائح وما إلى ذلك لكن أحب يقول للناس أهم حاجة بتعملها وإنت جاي تصلي أو إنت جاي لهيكل تصلي تتكلم معايا أهم شيء أهم من الزبائح كمان لكن أنتم آآ البيت ده هو اللي كان مفروض إنه كنتوا تصلوا فيه عملته حاجة صعبة قوي جعلتوه مغارة للصوص يعني مغارة للصوص طبعا السيد المسيح لما شاف الوضع قدامه بالبقر والغنم والسيارفة والناس اللي بتبيع وبتبيع ده وتشتري ده وتفاصل ويخدعوا بعض ويتخلقوا مع بعض بلوا إن صراخ الباعة والمشترين وأصوات البهائم ورعاة البهائم في الهيكل طليق بمغارة لصوص يقتسمون فيها المسروقات بالخصام كأن بالضبط مجموعة من الناس لصوص يعني أسابة رحموا سرقوا سريئة كبيرة جدا وخدوها وهربوا بيها على مغارة في الجبل وهم بيتقسموا الأنصبة بتاعهم عمالين يتخنقوا عمالين إيه يتخنق قديس جيروم شاف إن الكهنة بتوع اليهود كانوا بيستغلوا عيد الفصح عشان يحققوا أرباح مالية الناس بتيجي أو اليهود بيجوا من كل مكان في العالم عشان يقدموا زبايح فتحول الهيكل إلى مركز تجاري بأمول يعني أقاموا فيه موائد السيارفة عشان يقدموا القرود للناس لشراء الزبايح طبعا ما كانش مسبوح لهم إن هما ياخدوا بالربا لأن الشريعة تمنعهم لكن هؤلاء الكهنة كانوا يأخذون مقابل هذه القرود هدايا عينية التي في حقيقتها ربا مستتر ده كلام القديس جيروم يقول من الجرائم اللي كانت بتحصل إن الكهنة اليهود كانوا يستغلوا الموقف بتاع عيد الفصح والناس جاية من كل مكان في العالم عشان يعملوا أرباح مالية وطبعا كل ده هو يصرف زهن الناس عن الأبادة يبقى الموضوع عبارة عن ايه؟ عن مولد عبارة عن مولد كل واحد بيجري ورا ايه؟ ورا ورا بيعة كويسة ورا شروك كويسة يعني طبعا ده خلت خلت انشغالات الناس تنصرف عن الاهتمام بالعبادة إلى شراء الأشياء كان ده واحد راح النواة ايه؟ راح يتبضع زي ما بيقول وقد تكون هناك مبيعات أخرى بيبيعوها ملاش علاقة بالعبادة زي ما قلتلكم في الأول يعني الموضوع اللي كان مقتصر على الزبيحة والبخور مثلا كنا نقدر نفهم لكن الموضوع تنتد إلى أشياء ملاش أي علاقة بالعبادة بقت سوءة يعني بقت سوءة أو ماركت زي ما قلنا في الأول فإن كان ضروريا توفير بعض الاحتياجات الخاصة بالعبادة فيجب أن يكون بيعها خارج كل ساحات الهيكل حتى تظل كل أماكن الهيكل للعبادة والتعليم ده التقديس اللي احنا بنقدمه لبيت ربنا إن أي حاجة ليها أي علاقة بهذه الأشياء تتم خارج إيه؟ خارج ساحات الهيكل أبونا تدرس يتأمل روحيا في دخول السيد المسيح إلى الهيكل وتطهيره يقول إيه؟ يقول إذ يدخل الرب أرشاليمنا الداخلية يعني قلبنا يعني يسمي يسمي القلب أرشاليم الداخلية قلبي إذ يدخل إلى هيكله السيد المسيح بيدخل أرشاليم كأنه دخل قلبي اللي هو هيكل السيد فيقوم بتطهيره بنفسه فيصنع صوتا الذي هو الروح القدس الذي يبكت قلوبنا على كل خطية ويهد التوبة الداخلية ويعطي حلا من الخطية خلال الكنيسة يبقى اللي حصل ده هو تروحيا كأن المسيح بيدخل قلبك اللي هو أرشاليم اللي هو هيكل لأن أبوليس الرسول يقول إيه؟ يقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم فكأن المسيح داخل قلبك عشان إيه؟ ينظفه ويطهره بنفسه والصوت اللي بيعمله هو الروح القدس اللي بينخس اللي بيبكت على كل خطية ويهد التوبة لينا والحل من خلال الكنيسة فديش جيروم برضو ليه تعليق جميل يقول إيه؟ يدخل يسوع كل يوم إلى هيكل أبيه ويطرد من كنيسته من كل العالم أساقفة وكهنة وشمامسة وشعبن أقولها تلك يدخل يسوع كل يوم إلى هيكل أبيه ويطرد من كنيسته في كل العالم أساقفة وكهنة وشمامسة وشعبن موجها إليهم ذات الاتهام أنهم يبيعون واشترون وما أقول عن الكنائس يطبقه كل واحد على نفسه إذ يقول الرسول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم ليخلوا بيت قلبنا من كل تجارة ومقر للبائعين والمشترين ومن كل رغبة للحصول على هدايا لألا يدخل الرب ثائراً ويطهر هيكله بلا تراخن بطريقة أخرى غير الصوت هيقيم من مغارة اللصوص وبيت التجارة بيتاً للصلاة يعني كل واحد فينا يخلي باله وانت في الكنيسة وانت بتصلي قلبك ده ما يبقاش مغارة اللصوص أبداً ما يكونش فيه مقر للبيع والشرب طبعاً قصدي في الزهر قصدي كل واحد فينا ما يخليش العالم يدخل معاه عملتي إيه واشتري إيه وأعمل إيه وأسوي إيه لألا يجي ربنا فائراً يطهر هيكله بلا تراخن زي ما قلتلكم من الأول إن التطهير بتاع الهيكل آآ غالباً تم فيه نهار يوم الاثنين وواحد من فاسدين يقول إن المرجح إن السيد المسيح بقى النهار كله نهار بتاع يوم الاثنين في الهيكل يمنع الناس من تدنيسه حتى قيل في مرقص زي ما قرينا أنه لم يدع أحد يكتاز الهيكل بمتاع يعني إيه يعني بعد ما تهره اللي حاول يدخل تاني منع وقضى السيد المسيح الوقت في التعليم وصنع المعبزات ولذلك كان رؤساء الكهنة وحراس الهيكل واقفين ينظرون إليه بغيز ويتأمرون على قتلك زي ما قالوا سيد متحد في الأول الملاحظة بتاعة الغيز اللي كان عندهم من سيد المسيح من أنه هو خسرهم كل هذه التجارة الغريب برضو يا حبائي أن السيد المسيح لوحده بإيده كده هوت بدون جنود بدون أي شيء قادر يعمل العمل ده ليه إزاي طبعاً دخوله لأورشليم والمهابة اللي كان عليها خوفت كل الناس حتى الكهنة ورؤساء كاملة والشعوب اللي كانت وراه عمالة تهدف تهدف ربما هم كمان خلوا الباعة يخافوا منه وربما أيضاً من جلاله ووقارته ووقاره وعظمته والنظرة اللي كانت فأنيه خوفت الناس منه فمقدروش يقولوله لأ وانصرفوا كلهم بالإيه بالمتاع بتاعهم بعد السيد المسيح مطهر الهيكل يقول لنا قديس متة وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاه المنظر اللي احنا شايفينه دهوت هي لمحة من ضوء يكشف لنا عن بدء العصر المسياني أو عصر المسيح ده اللي تكلم عنه أشعياء في آآ آآ نبوته أشعياء خمسة وثلاثين لما نيجي نقرها مع بعض أشعياء خمسة وثلاثين من أربعة لستة تكون شنودة أشعياء خمسة وثلاثين من أربعة لستة قلوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا أوزا إلهكم الانتقام يأتي جزاء الله هو يأتي ويخلصكم حين إذ تتفتح عيون العمي وأزان الصوم تتفتح حين إذ يقفز الأعرج كالآيل كالآيل ويترنم لسان الأخرس لأنه كان انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر كل الكلام ده عن المسية هم عارفين كويس قوي اليهود ورؤسائهم النبوات دي عارفين إن العمي يبصرون والعرج إيه والعرج يقفزون وده نفس الكلام اللي قاله سيد المسيح على للذين أرسلهم يوحنة المعمدان ليسأل هل هن أنت والآتي عم ننتظر آخر فقالهم إنتوا شايفين إيه روحوا قلوله اللي إنتوا شايفينه العمي يبصرون والصم يسمعون والعرج يشفون أو يقفزون ده منظر من مناظر أو لمحة من لمحات عصر عصر أو بدء العصر المسياني لكن في حاجة عجيبة قوي العمي والعرج بالذات الفئة دي مع فئة الأولاد أو الأطفال الصغيرين كانوا ممنوعين من دخول الهيكل تعالوا كده نشوف مع بعض في سمويل التاني سمويل التاني خمسة تمانية مدام موندا آية 8 وقال داود في ذلك اليوم إن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ القناة والعرج والعمي والمبغضين من نفس داود لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج لا يدخل البيت أعمى أو أعرج كان ممنوع دخول العمي والعرج إلى الهيكل لكن المسيح دخل دخل وراه وهو أسمح لهم بالدخول طبعا القادة الدينيين في الوقت دهوت فقدوا كتير جدا من المال لكن بمنطق الإيمان الهيكل نفسه اللي فقط فيه الكهنة والرؤساء الدينيين أموال كتير كسب كتير جدا بحلول السيد نفسه فيه لأن لو تفتكروا في أسفار العهد القديم قبل السبي نقرأ أن ربنا غادر الهيكل وترك الهيكل ما بقاش هناك تاني تقريبا في أرمية النهاردة السيد نفسه يدخل إلى الهيكل بنفسه الأمر اللي لم يكن للرؤساء أي اهتمام بهم ما كانش يهمهم إن السيد يدخل إلى هيكله بنفسه لكن اللي كان يهمهم هي التجارة الزمنية مش الكنز السماوي نفسه اللي بيملأ الهيكل بالسلام والمجد واللي بيهب للعميان نورا وللعرج إمكانية أنهم يمشوا مش ده اللي كان همامهم لكن اللي كان همامهم الكسب الإيه الماتي درس روحي لنا كلنا لما يحل ربنا في قلب أي إنسان فينا بيحطم الشر من قلوبنا وكل ما يتعلق به لما المسيح يدخل قلب الإنسان بيحطم الشر وكل ما يتعلق بالشر وتحل بركة الرب فينا تعوض العمى الروحي تنفتح أعيننا الداخلية لمعاينة السماء وتشفى أرجلنا الداخلية لتنطلق النفس بقوة الروح نحو الأبدية بعد أن توقفت زمانا طويلا لا تقدر على السير في الطريق الملوكي بص موضوع تطهير الهيكل ده على إنه تطهير قلبك أنت على إن السيد المسيح لما بيدخل بيفتح القلب الأعمى يبتدي يشوف القلب الأعرج يبتدي يقفز وده تصدقوني اللي بيحصل لما زيارات النعمة تيجي وتلمس إلوبنا وتغير حياتنا وتخرجنا من سلسلة الخطيئة أو من الخطيئة اللي احنا أو دايرة الخطيئة اللي ساعات ننسى نفسنا وننسى روحنا جواه رؤساء الكهنة زي ما قلتلكم لما شافوا اللي بيعملوا سيد المسيح يقول الكتاب في آية 15 فلما رأى رؤساء الكهنة والكتب العجائب التي صنع والأولاد يصرخون في الهيكل ويقلون ادغازوا من تأثير أعمال المسيح ادغازوا من تعاليمه ادغازوا من تأثيره على نفوس الشعب وخافوا انهم يخسروا سلطتهم على الشعب وشافوا ان نجاح سيد المسيح في خدمته هيخليهم يفشلوا في مخططهم لقتله شوف كده عملوا ايه عشان يخططوا لقتل السيد المسيح زي ما بيقول قديس يحنى يحنى 11 53 و 57 سيد المتحدة 53 و 57 فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه 57 فلم يكن وكان أيضا رؤساء الكهنة والفرسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد اين هو فليدل عليه لكي يمسكوه هنا هنا رؤساء الكهنة لما شافوا العجائب يعني المعجزات الشفاء والقوة بتاعة المسيح في طرده للباعة والهيكل والاطفال اللي بتصرف وتقول اصلنا لابن داود طبعا زي ما قلتلكم كان ممنوع دخلهم للهيكل رددوا الاولاد دول رددوا صراخات الجموع في اليوم السابق اغتازوا يعني غضبوا طبعا الرؤساء دول فهموا كويس قوي ان سيد المسيح قصده من اعماله دهية هو ان يثبت او يثبت ان ان هو المسيح اللي جاي عشان يصلح امور الدين اليهودي وده اللي موجود بالزبط في اشعية وملاخي الاصلاحات اللي بيعملها دهية هم فهموا ان هو بيعمل كده عشان الناس كلها تعرف ان انا هو المسيح شوفوا كده اشعية اربعة اربعة يقول ايه ديكن شنودة اربعة اربعة اه اذا غسل السيد قدر بنات سهيون ونقى دم ارشالين من وسطها يروح القضاء وبروح الاحراق بروح القضاء وبروح الاحراق اذا غسل السيد قذر بنات سهيون ونقى دم ارشالين من وسطها بروح القضاء وروح الاحراق ده كلا اشوف السيد انا برضو في ملاخي وملاخي اوضح بكتير كمان في ملاخي ثلاثة ثلاثة ماذا موندا ثلاثة ثلاثة فيجلس ممحصا منقيا للفضة فينقى بني لاوي وصفيهم كالذهب والفضة وليكونوا مقربين للرب تقديما بالبر ونفس الكلام برضو في ملاخي اربعة استاذ متحد اربعة واحد فهو اذا يأتي اليوم المتقد قط النور وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون كشا ويحرقهم اليوم الاتي قال رب الجنود فلا يبقى لهم اصلا ولا فرعا كانوا عارفين كويس ان المسيح هيجي ويعمل كده هينقي ويشيل الشوائب عشان كده اغتازوا وفكروا ازاي ايه ازاي يهلكوه زي ما قلتلكم كان ممنوع ان الاطفال الصغيرين دول يدخلوهم الهيكل لان اه اه لا يليق ان تسمع اصوات الاطفاء لاولاد في الهيكل وانه لا خدمة لهم في العباد عشان هم صغيرين ده اللي كان المعتقد اللي عند اليهود طبعا السيد المسيح لما سمعهم بيقولوا كده قال لهم انتوا مبتقروش ولا ايه انتوا مبتقروش الكتاب اللي انتوا تعلموا به يقول لهم كده فاية ستاشر يقول ايه يقول وقالوا له اتسمع ما يقولوا هؤلاء فقال لهم يسوع نعم اما قرأتم قط من افواه الاطفال والردع هيأت تسبيحا طبعا الاية دي موجودة في مزنور تمانية اية اتنين هما بيقولولو انت مش سامع حاجتين دايقوهم صوت الولاد نفسه لان مش مسبح لهم الدخول ودخلوا وراه زي ايهم زي العمي والايه والعرج الحاجة التانية ان هما كانوا بينادوا يقولوا نفس الكلام اللي كانت كان الشعب بيقولوه او الادلتس يعني بيقولوه وصلنا لابن داود وصلنا في الاعالي في اليوم السابق يقولهم اما قرأتم طبعا السؤال ده في شيء من التوبيخ مين دول اللي بتقولهم يا رب اما قرأتم دول اللي ما شغلتهم الوحيدة هي الاراية كأنه بيقولهم ايه انتوا غالبا بتقروا ما انتوش فاهمين او بتقروا ونسيين او على كيفكو انكم تنسوا سؤال للتوبيخ لانهم لو عرفوا كلام الله حق المعرفة ما عثروا في تسبيح الاولاد في الهيكل اكراما للمسيح كأنه عايز يقولهم ان ربنا لهذا اليوم لهذا اليوم عد الاية دهيت من زمان او من ايام داوت من افواه الاطفال والرد هيأت تسبيحا طبعا الاطفال مش فاهمين هما بيقولوا ايه مش فاهمين يعني ايه اصلنا لابن داوت لكن عشان اباهم قالوا هما كمان انتقلهم الايمان بتاع اباهم وده اللي احنا بنعمله لما بنيجي نعمد الاطفال وده اللي بنعمله لما بنعلم الاولاد انهم يقفوا يصلوا وده اللي بنعمله لما كلنا بنتحمل الدوشة بتاعة الولاد في الصلاة وفي الكنيسة خطيئة كبيرة يا احبائي ان حد فينا ينتهر طفل بيصلي في الكنيسة تنتهرش طبطب وعلم ما تزعقش طبطب وعلم الطفل اللي انت شايفه دلوقتي بيصلي اعد الله لسانه عشان يقول التسبيح وفي يوم من الايام هيبقى مكانك ويبقى شاب في الكنيسة ويبقى قائد زيك زيه الاولاد الاصغار احبائي يتعلمون ممن حولهم الطفل بيتعلم من اللي حواليه اللي حواليه بيقول ايه وبيعلم ازاي بيتعلموا منه بيقتدوا بالكبار اللي حواليهم بكل سهولة سهل جدا زي السفنجة زي ما بنقول كده طال دول زي السفنجة بتجذب اي حد او اي حاجة عشان كده يجب ان اهتم اهتماما بالغا بان احنا نعرف ولادنا ونقدم لهم الامثلة الطيبة الامثلة الصالحة الشخص اللي بيعلمهم صح بيتعلموا منه ويكون ليهم قدوة سليمة قدوة صالحة مش قدوة شفير الاولاد يتعلمون ممن حولهم اما ان يلعنوا ويحلفوا واما ان يصلوا ويسبحوا مهم قوي انك تعرف الحتة دي كلنا اباء واجداد وعندنا اولاد وعندنا احفاد لابد نفهم النقطة دي ان ابني هيتعلم من اللي حواليه هيتعلم من البيئة اللي انت حطيته فيها لو كان البيئة صالحة هيتلق صالحة لو كانت بيئة شريرة خلي بالك هتفات الاولاد وصلنا لابن داود كانت اعلان واضح ان السيد المسيح هو المسيح المنتظر ابن داود وقد وضعها الروح القدس على افواههم لانهم كانوا غير ناضيجين بعد وقبل الرب يسوع المسيح هذا التسبيح وبركه زي ما قال لهم ما قال التلميذ دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم قبل الرب يسوع المسيح تسبيح الاولاد ولم يمنعهم عشان ما حدش يجي يقول هم فهمين ايه استنى لما الوقت يجبر ويفهم عشان يفهم هو بيقول ايه ربنا قابل تسبيحه لانه حطه على لسانه بس انت شوية ايه اهتم بالطفل بتاعك يكمل قديس متى ويقول ثم تركهم وخرج خارج المدينة الى بيت عنية وبات هناك نفس الكلام اللي ايه اللي قاله قديس مرقص في مرقص 11 11 ويحن 11 18 تركهم يعني ترك رؤساء الكهنة بايه بالغلبة بتاعتهم يعني ويراح الى بيت عنية بيت عنية يعني بيت العناء وانتو عارفين ان دي قرية على بعد 3 كيلو من ارشاليم وده كان المتبع ان الزوار اللي جايين للفسح ما يبيتوش في ارشاليم اه اه زي الخروف الفسح كان يحفظ خارج المحلة الاربع تيام دول يشتروا يوم عشر نيسان ويدبحوهم 14 سيد المسيح برضو ما كانش يباد في ارشاليم كان يطلع يباد برضو برق ارشاليم زي خروف الفسح منتظرا يوم الصلب منتظرا يوم الصلب يقول المفسرين انه كان بيباد اما في بيت العازر ومريم ومارسة او في بيت سامعان الابرس ويرجع تاني في النهار ويدخل ارشاليم يعمل المعجزات ويعلم ويستعد الى الايه الى الصلب النهاردة اللي تعلمناه من حادثة تطهير الهيكل درس روحي لكل واحد فينا قلبك هو هيكل الله انت كلك على بعض كده هيكل المسيح وروح المسيح ساكن فيك ما تخليش افكار العالم تشغل القلب دهوت متخليش البيع والشرة والاكل والشرب وكل شيء بتطلبه الامم يبقى شغلك الشاغل تخليش عقلك وقلبك هو ده اللي فيه وده اللي عايزه وده اللي بيفكر فيه وده اللي بيقول بكرة اعمل ايه وبعده اعمل ايه وازا يطلع من المشكلة دي لان الله خلق هذا القلب فيك لترفع فيه الصلوات خصص وقت مناسب وكافي بصلواتك قبل انشغالك كلنا بنشغل بهذه الاشياء لكن لابد نخصص وقت قلبنا يبقى خالي من كل ايه من كل هذه الاهتمامات العالمية والجسدية وبرضو وقت عملك وقت ما انت في الشغل خلي قلبك يرفع صلة داخلية لله ارفع قلبك بصلوات قصيرة لتتمتع بعشرة الله صدقوني احبائي يا مناس كتير عندها مشاغل كتيرة جدا 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 واعمال تمتد الى ساعات وساعات في اليوم لكن قلبها مشغول بالصلاة على مدار اليوم ازاي لمسكين اشبية ولا ركعين زي الرهبان لا رفعين قلبهم ووسط شغلهم صدقوني صلواتهم بتوصل زيها زي الراهب العابد في قليته لانها من قلب منشغل بالمسيح اهم حاجة اقول لنفسك انا مش هلوم الباعة والسيارفة انهم عملوا كده في ايه في هيكل ربنا انا هلوم نفسي اشوف انا عملت ايه في هيكل قلبي انا دخلت ايه جوه قلبي انا ايه اللي دخلي من العالم وخلى القلب دهوت مش مكان الصلاة مش مكان الخشوع مش مكان العبادة مش المكان اللي بتلاقى فيه مع ربنا لقى مكان التجارة ومغارة للرصوص انا عايز انضف كل دهوت بدفول المسيح الى قلبي ينضف لي كل شيء ويخلي قلب نضيف ويجعل الصلوات بتاعتي تنفز اليه على مدار الوقت ربنا المجد دائما ابديا امين اللي يسأل يتفضل وبردو اللي عنده اي تعليق يتفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة